لم يمر تبرير حكومة النظام السوري بدمشق عزبها إصدار قرار بفرض التدخيص للمهن الفكرية في المنازل مرور الكرام إذ قُبل الكشف عن إصداره خلال أيام قليلة بموجبه سخرية من أول أو من قول الحكومة إن الغاية من التشريع دعم رواد الأعمال الشباب وحماية ملكيتهم الفكرية لا سيما أن هناك مديرية حكومية للحماية الفكرية ويرى المنتقدون أن القرار لا يدعم رواد الأعمال الشباب وإنما يحكم قبضة الحكومة والضرائب على مصادر الرزق والمشاريع الصغيرة في المنازل إن لم يكن القرار تمهيدا لفرض ضريبة على التفكير معلمة متقاعدة قالت إنها تفكر بتطوير مهارة غسيل الأطباق والملابس وتنظيف المنزل متسائلة إذا كانت تحتاج إلى ترخيص هذه الأفكار وتشير التصريحات الرسمية إلى أن القرار المزمع صدوره سيجعل من يعمل في بيته تحت طائلة المسائلة في حال وردت شكوى إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أحدا ما يمارس أعماله ضمن مقره السكني من دون ترخيص فإن هذا الأمر سيترتب عليه مخالفة وغرامات مالية مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية زين صافي قال إن القرار سيصدر خلال أيام قليلة بهدف تقديم الدعم لأصحاب المهن لحماية أعمالهم ومن تلك المهن التصميم الجرافيك أو البرامج الحاسوبية وتصميم الأزياء والصحافة وغيرها من أعمال يمارسها أفراد في منازلهم لكن المسؤولين عن سن القرار تجاهلوا الحديث عن تكاليف إجراء الترخيص والأوراق المطلوبة التي وصفها مدير الشركات بالبسيطة جدا علما بأنها تتطلب إصدار سجل إداري ثم ببيان قيد من أمانة السجل التجاري يرفق بصورة عن الهوية إضافة إلى وثيقة لا حكم عليه ليتم إصدار سجل تجاري